وحول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة ضمياط أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع آخر مع عدد من المسؤولين أكد على أهمية سرعة دخول تلك المشروعات إلى الخدمة وأشار إلى الدور الكبير لمثل تلك المشروعات في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين هذا وتناول الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة في بعض القطاعات وذلك بتكلفة تتجاوز 14 مليار و 500 مليون جنيه سواء من خلال التمول الذاتي أو عبر الخطة الاستثمارية للمحافظة